وقد عبر وزير الدفاع المصري عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على هذه الزيارة الكريمة مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون بين البلدين الشغيقين في المجالات كفة خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية توافق في الرؤى ومصالح مشتركة واهتمام متقاسم في قضايا الأمة فبين البحرين ومصر علاقة ضاربة في عمق التاريخ نموذج يحتذا به في العلاقات الأخوية فلا يتوقف التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين خصوصا على صعيد التعاون العسكري الذي يستمد صلابته من جذوره التاريخية فقد كانت لجلالة العاهل المفدى حفظه الله زيارات متوالية تختص بالتعاون العسكري منذ أن كان وليا للعهد وتوالت على مدى السنوات المنصرمة إيمانا بأهمية تبادل وجهات النظر بشكل مستمر بخصوص مختلف القضايا الثنائية والعربية والدولية وفي السنوات الأخيرة حققت تعاون العسكري البحريني المصري مزيدا من التكاتف والتأذر من خلال تمارين مشتركة طالت مجالات العمليات القتالية كافة برا وبحرا وجوا ومن أهم التمارين المشتركة بين البلدين في السنوات الأخيرة في مايو عام 2014 جرت فعاليات التدريب الجوي المشترك الربط الأساسي نفذت عناصر من سلاح الجو الملكي البحريني والقوات الجوية المصرية إلى جانب تسع دول عربية وأجنبية وفي الشهر والعام نفسه جرى تمارين خالد بن وليد المشترك ونفذته القوة الخاصة الملكية ومجموعة من قوة الصاعقة من القوات المسلحة المصرية أما في أبريل من العام المنصرم فقد جرت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك حمد واحد بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والبحرين رؤية موحدة بين البلدين إزاء جميع القضايا الراهنة في المنطقة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق العسكري والدفاعي وهذا ما عكفت عليه اجتماعات لجنة التعاون العسكري البحرينية المصرية المشتركة لعدة سنوات والتي من شأنها أن تخدم الأهداف الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين هذا وأكد العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسة الأمنية والاستراتيجية في مصر في لقاء سابق معه عبر الأقمار الصناعية أكد على أن زيارة جلالة الملك المفدى لجمهورية مصر العربية أتت لمتابعة العمل المشترك الذي بدأ منذ سنوات بين البلدين الشقيقين في زيارة اليوم الأخير التي قام بها جلالة الملك إلى وزارة الدفاع المصرية ولقاءه مع القيادات العسكرية وأيضا الحديث المفصل والتفصيلي عن الاهتمام بالجاهزية المشتركة لكل الدولتين والتعاون الذي لم يكن هو ناتج هذه الزيارة بل قد تكون هذه الزيارة هي متابعة للعمل المشترك الذي بدأ مبكرا ما بين مملكة البحرين وبين جمهورية مصر العربية هذا الزخم في التعاون حقيقة نظر إليه في مصر باهتمام شديد وبالغ مصر بالفعل هي مهمومة بمسألة الأمن العربي البحرين أيضا تشارك هذا الهم خاصة وقد كانت حاضرة بقوة من اللحظات الأولى التحالف الذي أنشئ في 2014 لمكافحة الإرهاب كانت مملكة البحرين عضو رئيسي وفاعل فيه من اللحظة الأولى اشتركوا في القناة